تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة مستمعين الأعزاء أصبحكم الله بالنور والسرور والعافية ودائما أصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية مرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاع اليومي صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي ورحب بفريق العمل في الإعداد لدينا فريق هيئة الصحة في دبي وعندنا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أميرة الخلي ومخرجنا المبدع اليوم معانا الأستاذ وائل ويسعدني أني شاركني اليوم في التقديم معايزة نيلتي آمنة العلي صباح الخير آمنة أهلاً صباح النور دكتورة ومعاكم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوبي أذكركم مستمعين الأعزاء من خلال برنامج صحة وسعادة بأرقام التواصل معنا إذا عندكم أي ملاحظات أي استفسارات اتواصلوا معانا على الرقم 600551414 والرسائل النصية القصيرة 4006 حلقتنا اليوم متنوعة وملئة بالأخبار الصحية المحلية والعالمية وقبل ما نبدأ مستمعين حلقتنا حابة أوجه صباح الخير للوالدة اليوم لأول مرة تابعني على الإذاعة فأقول لها صباح الخير أمي العزيزة ومستمعين أذكركم بأهم ثلاث طرق لحمايتكم من كوفيد-19 اللي أنا دوم أسميه بالمثلث الذهبي اللي هو مادري آمنة إذا أنت بذكرينهم بشوف حفظتي الدرس ولا بعدش فالدكتورة هذا اختبار الحين طبعاً دكتورة دايماً اذكرنا بالمثلث الذهبي اللي يقول أن دايماً كونوا حريصين أولاً على ترك مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين طبعاً لا تنسوون لفس الكمامة دائماً والنقطة الثالثة أن غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية صحيح أمنة هذا الثلاث الطرق الرئيسية هي هم ثلاث طرق عشان نحمي نفسنا ضد كوفيد-19 حلقتنا اليوم بتكون متنوعة رح نتحدث عن آخر الأخبار العالمية والدراسات العالمية بتكون معانا اليوم أسم الجناحي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي في فقرة خدمات الهيئة رح يكون معانا قسم طب العيون في مستشفى دبي وبعدين رح نتطرق للعلاج الطبيعي بعد الولادة ونختم حلقتنا اليوم بأنماط الحياة الصحية في الإجازة الشتوية هذه وناخذ خبرنا الأول اليوم طبعاً خبرنا اليوم دكتورة عن الحديد والزنك لعلاج تساقط الشعر طبعاً كل الناس يبحثون دايماً دكتورة عن طرق لعلاج تساقط الشعر وطبعاً يشير الخبراء بالصحة بأن معظم مشكلات تساقط الشعر قد تكون بسبب نقص في عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة ويقول الخبراء أن لعلاج تساقط الشعر فمن الأفضل التركيز على جذور المشكلة حيث أن أشاروا إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن تعد بالفعل جزء لا يتجزأ من نمو الخلايا الطبيعي وتعزيز وظائفها وطبعاً يساهم في تساقط الشعر نقص هذه الفيتامينات يساهم في تساقط الشعر ويعد الحديد والزنك من العناصر المهمة للغاية في نمو الشعر الصحي ومن خلال زيادة مستوياتها يمكن المساعدة في زيادة نمو الشعر وفقاً للعديد من الدراسات وطبعاً دكتورة دايماً الدكاترا ينصحوننا إذا الوحدة عندها تساقط في الشعر لا تقول الشامبو بيعدل شعري ولا الشيء الأفناني بيعدل شعري لا طبعاً نبدأ أول شيء بعلاج العلاج من الداخل نتأكد أن جميع فيتاميناتنا أوكي كل شيء تمام بعدها نبدأ بتغيير باقي الأشياء الخاصة بتساقط الشعر طبعاً أنا وافق الخبراء في هالكلام آمنة يعني إحنا نبدأ العلاج من الداخل طبعاً هاي الشامبوهاد والكريمات هي عوامل مساعدة تساعد في حفاظنا على شعر صحي وسليم لكن لازم في البداية نعرف الشيء اللي يغذي الشعر نفسها وفي مجموعة معينة من الفيتامينات من ضمنها الحديث والزنك إحنا لازم نتأكد أنها في مستوياتها الصحيحة في جسمنا عشان نحبها بشعر صحي وسليم نعم دكتورة وننتقل إلى زميلتنا اليوم أسما الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي صباح الخير أسما صبحتم الله بالنور قلت سورة عميتي على آهنا على كل مستمعين نور الزبي وعلى والده الله يحفرها إن شاء الله يصليها لكم ناخذ جودة في قنوات التواصل الاجتماعي وبما أن اليوم الخميس نقول للجميع أطلعوا استانسوا استمتعوا بوقتكم ولكن ما ننسى الإجراءات الاحتراسية والوقائية من أهمها مثل ما قلتوا النصيحة الذهبية التباعة الاجتماعية لبت الكمام وغسوا يدين بشكل مستمر أو تعقيل أيضا محمد تمرين في حملة نعم استطيع وهي حملة تتكلم عن أفحاب الهمم منها نبرز أيضا أفحاب الهمم الموجودين والمبدعين الموجودين داخل المؤسسة وأيضا الخدمات والمبادرات اللي تقدم الحيئة للجمهور أيضا من ضمن الأشياء اللي كان نشرها وكان عليها تفاعل جميل كيفية التعامل مع الكمامة القماشية وكيفية يمكن غسل الكمامة القماشية أهم شيء أن يتكون بالماء الصابون بالشكل يومي ما بينسونها سبوع يتخذونها يوميا بدون ما يغسلونها دعم اختلتها بكماما قماشية اغسلها بشكل يومي بالماء أو الصابون ويفضل أن استخدام الماء الساخن لا تقل ذلك تحاط عن 30 درجة مئوية أيضا مهم جدا كل الأشخاص اللي يبغون أن يأخذون مواعيد لفصوصات كوفيد أن يتخدمها تطبيق حيئة الصحة وأيضا ممكن نخطوها عن نتخل إلكترونية من التقرير والتقارير كلها الطبية أو نتائج التحليل بشكل رقمي من خلال تطبيقاتها نتمنى إجابة للجميع ونتمنى أن الجميع يلتز بإجراءات القائية ودمت ببحث سعادة ودمت بصحة وسعادة أسمى شكرا على المستجدات اللي اعطيتين إياها مثل ما قالت أسمى الكمامات القماشية آمنة الكثير يتحرى أن خلاص أنا لابسنها بتم ألبسها يومين وثلاثة وأربعة لا هو المفروض أن أنت تخسلينها بعد استعمالها بدرجة حرارة ماء تكون شوية عالية ستين درجة يعني نعتبر الماء الدافع بالماء والصابون ونعلقها إلي الماء تنشف تماما بعدين إحنا هنا نقدر نعيد استخدامها مرة ثانية يعني دكتورة ممكن نستخدم الكمامة هاي نلبسها يوم كامل عقوب نغسلها ولا بعد يعني طلعة واحدة لازم تنغسل يعني هو بعد ما تخلصين من طلعة يعني مثلا رحتي الدوام لبستيها تردين من الدوام تغيرينها وإذا بتطلعين بالليل طلعة ثانية لا فضل أن أنت تستعملين الكمامة الثانية نعم وطبعا هاي معلومات جدا مهمة حين الأشخاص طبعا تجهولي هاي الكمامات لأنها طبعا أريح في اللبس يمكن وما تأذي وفي ناس يتحسسون من أنواع معينة من الكمامات فطبعا لازم نوجههم بالطريقة الصحيحة لغسل هذه الكمامات طبعا هي يعني في النهاية الكمامات الجراحية هي تعتبر الأفضل من ناحية الحماية ولكن الكمامات القماشية تعتبر خيال بديل جدا جيد وخصوصا أن في كثير من الكمامات حاليا فيها فلا ترغم من الداخل أنت يعني فيها طبقات من الحماية هي ما تكون فقط كمامة قماشية عادية لا فيها مفلترة تكون من الداخل وهي طبعا تزيد من نسبة الحماية اللي توفرها الكمامات نعم وطبعا أسمى ذكرت شيء وايد مهم اللي هو تطبيق حيئة الصحة في دبي أنا شخصيا استعملت هذا التطبيق كمتعامل وليس كطبيب والفعل لاحظت أنه في تغييرات كبيرة في تطبيق حيئة الصحة تقدرين تاخذين مواعدك بسهولة تقدرين التابعين فحوصاتك وشو صارت إذا عطيت تحليل دوء هم إلى غير ذلك تشوفين النتائج فيها كأي متعامل أنا أنصح الجميع أنهم بدل ما يروحون للعيادات يجوفون مواعدهم وها يلجؤون للطرق الذكية هذه تطبيق حيئة الصحة أنا أنصح الجميع أن يتطلع عليها فيها العديد من المميزات اللي يقدر يستفيد منها وهو موجود في بيته نعم دكتورة طبعا التغييرات اللي حصلت على تطبيق حيئة الصحة بدبي تغييرات طبعا جوهرية وجدا مهمة للمتعاملين نتمنى من أعزائي المستمعين أنه يتنزلون تطبيق DHA على هواتفهم الذكية ويبدون يستخدمونه لأنه طبعا هذا الموضوع بيسهل لكم الكثير من الإجراءات بدل ما تروحون العيادة تأخذوا مواعيدكم بدل ما تروحون زيارة ثانية للطبيب تطلعون على نتائج فحوصاتكم إذا فحوصات دم وغيرها فنتمنى أنكم تنزلون التطبيق وتبدؤون باستخدامه لأنه الصراحة بيعود عليكم بالفايدة الكثيرة طبعا بالضبط آمنة يعني حتى من ناحية المواعيد بدل ما تتصلون وتنتظرون الرد على اتصالاتكم وما احنا نقول إن استعملوا التطبيق هو يعني أسهل واختصارا للوقت أكثر آمنة بناخذ ومستمعين بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع قسم طب العيون في مستشفى دبي فاصل قصير مستمعين وبنرجع لكم صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون معه وأسس الدبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي مستمعين أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية القصيرة أربعة صفر صفر ستة مستمعين تعمل هيئة الصحة في دبي وبشكل متواصل على تحديث وتطوير أقسام منشآتها الطفية في مختلف وجميع التخصصات وتستهدف تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وأفراده من بين هاي الأقسام اللي تحظى باهتمام الهيئة قسم طب العيوم في مستشفى دبي يعني يحظى باهتمام كبير من الهيئة وعشان نتعرف على هذا القسم وشو إمكانياته وشو خدماته يسعدني ويشرفني يكون معانا عبر الهاتف اليوم الدكتور حسام سليم الحصيد استشاري جراحة أمراض الشبكية في مستشفى دبي صباح الخير دكتور صباح النور أنا فيكي بشرحني يكون معاك اليوم على برنامج صحة وسعادة إن شاء الله نقدر نقدم نبدأ عن قسم العيون في مشفى دبي لو تحدثنا شوي دكتور حسان عن نبدأ عن قسم طب العيون في مستشفى دبي وشو هي إمكانياته قسم العيون في مشفى دبي هو قسم متكامل بشمل جميع التخصصات الفرعية الموجودة في طب العيون بيغطيها بأحدث طرق التشخيص والعلاج سواء بالمعالجة والمحافظة مثلا أو من خلال الأدوية أو من خلال حتى العمل الجراحي من خلال وجود أحدث الأجهزة التي يتوصلها العلم وخاصة طب العيون كل عام يكون تقدم بمجال العلاج والأدوات ومشفى دبي والهيئة الصحة تجهز المشفى بأحدث الأجهزة الموجودة حاليا على الساحة الدولية العيون عندنا تتألف من الخدمات أهم خدمة هي خدمة الطوارئ التي تخدم المجتمع خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع على مدار العام التي لا تتوقف أبدا حتى خلال أي حالة كان الطب العيون يقدم الخدمات للناس التي تعاني من فقد البصر المفاجئة أو أي مشكلة مفاجئة بشكل عام القسم منظم عندنا مقسم إلى عيادات حسب الأمراض مقسم إلى أقسام مثل عيادة أمراض الأجهان ومجرى الدمع والحجاز وجراحتها في عنا عيادة مهتمة بقسم الجراحة الإنكسارية التي من خلالها تم تصحيح البصر بالليزر التي معترف عليها عند العوام بالجراحة الليزك معالجة أيضا يتم معالجة القرنية المخروطية التي هي منتشرة في المنطقة العربية من خلال تشخيصها بالأدوات الحديثة ومعالجتها بالتثبيت أيضا عندنا في المشفى يوجد أيضا عيادة أمراض القرنية التي تعالج أمراض لصيب القرنية ويتم كذلك زراعة القرنية كامل السماكة أو جزء السماكة التي تعتبر حلول كثير من المرضى التي يعانون من نفس القدرة بسبب أمراض القرنية يوجد أيضا عيادة المياه البيضاء أو ما يسمى الساد أو الكترك السبب الأول لانخفاض قدرة بصري ما تقدم بالعمر يتم استخراجها ووضع العدسة من خلال أجهزة حديثة علاج أيضا تشمل العيادة المياه الزرقاء التي تسبب ارتفاع ضغط العين وتعالج بالأدوية وأيضا بالنيزر في أيضا عيادة الأطفال والحوال التي أهم تعتبر عيادة لأنها تهتم بالأطفال وتعالج الأسوال انكسار عند الأطفال بالنظارات لمنع حدوث الكسل عند الأطفال وخاصة هذه المشكلة في المدارس أو الأهالي وتم أيضا علاج الحوال إما بالنظارات أو حتى في الجراحة ببعض الأحيان طبعا هذا شيء جدا مهم دكتور لو شوي تحدث الأباء والأمهات عن ضرورة أنهم يتدخلون سريعا أشان يعالجون هاي المشكلة لأن إذا ما صار التدخل سريعا بالعادة يعني العلاج لما الطفل يكبر شوية يكون أصعب هل هذا التصور عندي صحيح دكتور؟ صحيح هو أي طفل أي طفل شيء من أي عادات بصرية غريبة يعني مثلا طريقة النظر طريقة التحديق أو الرمش المتعدد يجب بخصوان طيب عيون لنفي وجود أي سوء انكسار أو حاجة لنظارة لأنه مثل ما تفضلت أنت الأطفال تحت عمر التسع سنوات بيكون التماغ لسه ما كتمنوا بيحتاج النظارة لحتى يشوف بوضوحه بشكل غيبي ببني الصورة بهذه الطريقة فمراجعة الأهالي وفحصهم للطفل ومحافظة على المتابعة لحتى الطفل يتجاوز العمر هذا بيكون هما حفظوه وبصره للمستقبل لأنه بعد التسع سنوات صعب أنه يرجع إذا الطفل صار عنده كثل وظيف من المئة وعندنا كمان اللي هي الاختصاصنا اللي هي وعيادة أمراض الشبكية وجراحتها اللي هي بتهتم بأمراض الشبكية تشخيصها، معالجتها، بفحصها طبعا احنا في عيادة أمراض الشبكية عندنا برنامج قائم على مسح جميع المرضى الموجودين في دبي الذي يعانم السكري لكشف الاعتلال الشبكي السكري المبكر اللي هو يعتبر السبب الأول لنقص القدرة بصرية في منطقتنا العربية يتم من خلاله تحص الكشف المبكر مراجعة الصور من خلال المشفى وتحديد درجة المرض وأعطاء الميضة الموعد المناسب السريع إذا كان في حاجة لدخول المشفى وكما في تعاون بين الأقسام الأخرى مثل عيادة السكري، عيادة أمراض الروماتيزم عيادة الحوامل اللي بيوخوا أدوية أو بيوخوا عندهم سكري ففي نظام متكامل ضمن الهيئة بحقق للمريض أنه يعني ما يكون خارج دائرة الفحص العيني خلال المشكلة الأساسية مثلا السكري أو المريض الروماتيزم اللي عم يعاني من الأدوية فهو عم يوخوا المواعيد محددة عنه مشان الكشف المبكر عن أي إصابات فبالأدوية بسبب السكر طبعا أتلاج الشبكي السكري هو السبب الأول لفقد البصر والحقيقة المشفى عندنا لأنه يعني مهتم بهالمرض أن معظم الأجهزة أو نقول جميع الأجهزة اللي بتحقق التشخيص حتى يعني في بعض الأجهزة يوجد أكثر من جهاز لحتى تحقق الحاجة الملحة للمرض وعدد المرضى فبتم خلال تشخيص المرض وتحديد طريقة العلاج أما بالليزر أو بالحقن داخل العين وهذه الأجهزة بتساعد حتى يعني على تحديد المرض وتفيدك أيضا في المتابعة متى تحسن المريض وهذا شيء يعني يخلى العلاج الأجهزة الشبكي السكري ثابت وحتى مر إلى المريض وميز صار يشوف نتيجة التحسن بشكل شخصي على الصورة كان أول بس يعتمد على الفحف النظر أو مثلا رأي الطبيب أما مع وجود هذه الأجهزة الحديثة صار مير عنده وعي حتى على مشكلته طبعا نحن الأدوية الموجودة هي الاعتلاف الشبكي السكري في أدوية متعددة جميحة موجودة بالدائرة والعلاج المرضى متوفرة كاملة وحتى المريض لا يضطر يخذ مثلا مواعيد طويلة أقرب موعد بكون خلال أسبوع أو أسبوعين يعني على حد الأكبر ببلش خلال الشحوم أو ارتفاع في الضغط طبي فبكون المرض أشد فبسبب على الأحيان نزف في العين نزف ضمن كرة العمسامي نزف زجاجي أو فصال شبكية فبضطر المريض يعني يجري جراحة شبكية والحيي المشفى كمان عنا نحن هنا الأجهزة متطورة حيث أن السواجي راحوا بأحدث الطرق وبدون قطب وضمن أحدث وسائل المساعدة للجراح والحقيقة حتى الخدمات هاية تمت مستمرة حتى خلال هجمة الCOVID-19 كانت العيادات تشغالة للمرضى اللي بيحتاجوا علاج لأنه المرض ممكن يسبب عمي دمات عالج المريض فكانت حقيقة الدائرة محافظة على المرضى اللي مثلا تعتبر هذه الحالات إسعافية حفظت على علاجها طبعا أيضا نحن في علاج عيادات الشبكية من عالج انفصال الشبكي اللي هو بيسبب طاقة مفاجئ للمريض وهي تعتبر حالة إسعافية فأيضا كمان المشفى عندنا المريض في أي حساعة بيحضر للطوارئ بيتم ادخاله للمشفى وإجراء الجراح بأسرع وقت ممكن للمريض لحتى المحافظة على البصر واسترداده والحمد لله يعني في نسبة كبيرة من المرضى بيستردوا البصر وبكونوا برجعوا لحياتهم الطبيعية في كمان أمر نحن نجريب الدائرة هو اعتلاج شبكية الخداجي هو الأطفال اللي بيجوا بشكل مبكر وخاصة يعني في الدول المتطورة يعتبر هذا السبب اعتلاج شبكي الخداجي السبب الأول لفقد البصر عند الأطفال الدول المتحضرة لأن الأطفال عم يكون في عنايش جدا فائقة بالخداج فيعطوهم فرصة جيدة فالمريض ممكن يتعرض لهذا المرض احنا بالمشفى عنا في الدائرة من غصب في عنا مشفى لطيفة فيها خداج جناح الخداج اللي هو بسموه نيو نيتل آي سي يو وفي عنا جناح في دبي وإحنا القسم العيون لدينا المبكر المنتظم ضمن بروتوكول محدد وآلية محددة يتم تشخيص المرض وعلاج المرض أما بالحقن داخل العين لحتى يمنع تقدم المرض لحتى يمنع تحدوث انفصال شبكية أو إجراء الليزر دكتور حسان يعني جهودكم الجهودكم المبهولة في الحفاظ على صحة العيون وفي قسم طب العيون يعني واضحة جدا وخصوصا مبادرتكم في فحص الشبكية للجميع سكان الإمارة كل الشكر لوقتك الثمين معنا وكل الشكر عن معلوماتك القيمة اللي عطيتها دكتور حسان المستمعين شكرا 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 طبعا مستمعينا كان معنا دكتور حسان استشاري جراحة أمراض الشبكية في مستشفى دبي يتحدث عن العديد من المبادرات والخدمات اللي تقدمها قسم طب العيون وطبعا يعني هو تحدث عن بعض الخدمات وليس كلها حتى أمنة قسم طب العيون معروف جدا أنه قسم جدا متطور وحديث ويحرص على مواكبة آخر التطورات الموجودة في العالم مستمعين تماشين مع قسم طب العيون رح نحدثكم عن مصطلحنا الطبي اليوم اللي هو يقول اضطراب حركة العين يعد اضطراب حركة العين السريعة اضطرابا في النوم تحاكي فيه فعليا أحلام غير سارة غالبا بأصوات صاخبة باستخدام حركات مفاجئة وعنيفة للذراعين والساقين أثناء اضطراب نوم حركة العين السريعة ويسمى في بعض الأحيان اضطراب سلوك محاكاة الحلم عادة لا تتحرك اثناء اضطراب نوم حركة العين السريعة هي تعتبر مرحلة طبيعية من النوم تحدث عدة مرات اثناء الليل حوالي 20% من نومك في اضطراب نوم حركة العين السريعة هذا هو الوقت المعتاد عشان تصير في الأحلام يعني إذا العين تكون تتحرك أثناء نوم الشخص هم معناته أن الشخص قاعد يحلم أحلام أثناء نوم وهو بشكل أساسي يصير في النصف الثاني من الليل لكن يصير الاضطراب يصير هذا الاضطراب تدريجيا وقد يزيد سوءا بمرور الوقت هذا يكون مصاحب للعديد من الأمراض اللي نحن نسميها مرض باركنسون أو الضمور الجهازي المتعدد وما إلى غير ذلك هذا كان مصطلحنا الطبي لليوم استمعينا بناخذ لكم فاصل قصير وبنرجع لكم مع العلاج الطبيعي بعد الولادة رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي وطبعا أعزائي المستمعين انذكركم بأرقام التواصل معانا واللي هي 600551414 والرسائل النصية 4006 وطبعا أعزائي المستمعين مثل ما عودناكم كل خميس عنا فقرة العلاج الطبيعي واليوم معانا موضوع جدا مهم وخاصة للنساء ما بعد الولادة وفي حلقتنا اليوم بتكون معانا أخصائية العلاج الطبيعي الأستاذة زينم محمد حسن نتعرفنا على موضوع أهمية العلاج الطبيعي بعد الولادة صباح الخير أستاذة زينم صباح النور أهلا وشهلا أستاذة ممكن تعطينا نبذة عامة عن العلاج الطبيعي وأهميتها خاصة للنساء بعد مرحلة الولادة طبعا العلاج الطبيعي يدي دور مهم جدا في حياة المرأة أو حياة المرأة خاصة بعد الولادة فهو يشاهم في الوقاية من المضاعفات ما بعد الولادة وأيضا يهدف إلى تجويد المرأة بعد الولادة ببعض التمارين اللي ممكن تمنع من حدوث المضاعفات النافجة لجشم المرأة جراء الولادات المتعددة شواء الطبيعية أو القيسرية نعم وطبعا دكتورة هل يعني علاج الطبيعي أن هناك في حركات رياضية خفيفة ومعينة ولازم يكون فيه إشراف طبي على العلاج الطبيعي ولا ممكن الوحدة تروح مثلا علاج الطبيعي لمرة واحدة وتمارس التمارين هذه في البيت طبعا هو مش مجرد حركات رياضية فقط لا هو يحتاج البشارة طبعا البشارة من طريق أو من خصائية العلاج الطبيعي ويشمل أدوات معينة وأيضا يشمل بعض التمارين يعني فهو في البداية يحتاج للإستشارة وبعد ذلك ممكن إحنا نعلم المريضة أو نعلم الأم بعض التمارين اللي ممكن تشويها بناء على حالتها بعض الحالات تحتاج تمارين معينة البعض الآخر لا وهذا نعم أستاذة زينب هل هناك يعني للمرأة أدوات معينة تحتاج أنها تستخدمها لممارسة مثلا العلاج الطبيعي أو هذه التمارين في البيت طبعا في شكل عام يمكن تمارسة التمارين في البيت مثل ما قلت تحتاج أولا استشارة خصائية العلاج الطبيعي وبعد ذلك ممكن تمارسها وتحتاج أدوات معينة لا ممكن تمارسها في شكل عادي يعني في البيت نعم لو في حد من المستمعين يسمعنا أستاذة ومثلا هي توها والدة ممكن تقول لنا ليش هاي التمارين مهمة للمرأة ما بعد الولادة ظروف وتمر بتغيرات كثيرة طبعا فهاي التمارين جدا مهمة عشان تبدأ شوي شوي تعزل الشعور بالراحة للمرأة قصلا بعد الولادة بعض التمارين ممكن تساعد على استطالة مدى الحركي للمفاصل مرن العضلات تقي من مضاعفات ما بعد الولادة تقي من طبعا أو تقوي عضلات الحوض لأنه يجتبه ضعف بعضلات الحوض بعد الولادة طيب تخبرين شوي أستاذة عن نوعية الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة من هذا الجانب طبعا الحمد لله في مستخفى لطيفة للنساء والولادة بقسم عادة التأهيل العلاج الطبيعي لنقدم خدمات تخصحة المرأة خصوصا بعد الولادة والعمليات الخدمات تحمل تقوية عضلات الحوض تقوية عضلات البطن علاج حالات السلس البولي والإلحاحي وعادة تأهيل لحالات المتعلقة بأمراض المستقيم وأيضا نقدم تماري للنساء قبل الولادة اللي هو خلال الحمل وأيضا بعد الولادة ونعالج الآلام المتعلقة بالحمل وما بعد الولادة جميل جدا هل هاي الخدمات أستاذة تقدمونها للتربي طبيعي وقيصرية ولا فقط للولادة الطبيعية الطبيعي والقيصرية الطبيعي والقيصرية طيب أستاذة هل في هناك إقبال على هاي الخدمات التي توفرها هية الصحة الحمد لله نعم في إقبال ولكن يعني نحتاج إلى المزيد من التوعية يعني مجتمع بحاجة إلى توعية أكبر النساء بحاجة إلى توعية أكثر بخصوص صحة مرة بعد الولادة لازم نحن نحتاج يعني من من برك طبعا نحاول نشر الوعي للنساء بعد الولادة أنه يجب أن يهتموهم بصحتهم خصوصا عضلات قاعشهور يعني خاصة بعد الولادات المتعددة يشير الضعف لعضلات قاعشهور وتبدأ تطلع المضاعفات والمشاكل مثل الشلس البولي ومشاكل هبوط عضاء الحوض وغيرها نعم وطبعا أستاذة هيئة الصحة في دبي كانت تقدم في فترة الحمل أيضا تمارين للمرأة الحامل كان هناك خدمات جدا مميزة هل هذه الخدمات في فترة كوفيد توقفت أو إنها ما زالت مستمرة مع إجراءات احترازية معينة لا هي ما توقفت بش هناك إجراءات احترازية يعني قبل يكون التمارين جماعي الحين حاليا ناخذ يعني مريضة مريضة يتكون بكل مريضة لحالها نعم ممكن تحدثين أكثر عن هذا الجانب جانب التمارين التمارين للمرأة الحامل نعم طبعا تمارين الحمل تبدأ دغالبا من 16 شبوع لذا ناخذهم بعد طبعا تحويلها من الطبيبة وتكون تمارين متعددة يعني طبعا خفيفة ولكن تشاعد المرأة في تقوية عضلاتها تهيئتها للولادة تجنبها لبعض المضاعفات أو بعض الآلام التي تتغير الهرمونات تسغلها للحمل نعم وطبعا أستاذة زينة نبا منك نصيحة أخيرة مثل ما قلتين نتوى نصحتي الجميع بأن أهمية العلاج الطبيعي بعد الولادة وأهمية تقوية عضلات الحوض عشان نتجنب مشاكل مستقبلية ممكن تحصل للمرأة وأيضا ممكن نتقدم لهم نصيحة أخرى أستاذة نعم طبعا ننصح جميع النساء بالاهتمام بصحتهم فلا للحمل وأيضا بعد الولادة دائما نسجع على ممارسة التمارين البسيطة والاهتمام بعضلات قاعد حوض واجتشارة لخصائية العلاج الطبيعي ويمكن يون للتمارين نعلمهم بعض التمارين عشان يتجنبون المضاعفات يعني اللي سير خاصة في عضلات قاعد حوض فنحن نشجعهم بالاهتمام بالتمارين نعم وطبعا نحن نضم صوتنا لصوتك أستاذة زينب ونشجع جميع النساء على ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل وبعد الولادة ومثل ما نقول دائما نخصص وقت طبعا لهذه التمارين طبعا شاكرين لك أستاذة زينب ممارس علاج طبيعي في هيئة الصحة بدبي هاي المعلومات القيمة وطبعا الجهود اللي تبذلونها شكرا لك شكرا لكم شكرا ما قصرت شكرا طبعا أمنى لكثير من النساء بعد الولادة ينسون نفسهم ويركزون على الطفل الموجود معاهم أنا أعرف كثير من الأمهات يمكن أنت بعد نياسة عشرين على نفسك فحتى أنت من ضمنهم فأنا يعني أقول أن جزء من اهتمامك بطفلك هو أنت أنت تهتمين في نفسك وفي صحتك إذا ما كانت الأم سليمة جسديا ونفسيا وصحيا فهي معناتها ما راح تقدم أفضل الرعاية لأطفالها طبعا أنا دكتورة بديت طبعا أنا لأني طبعا تأخرت في موضوع العلاج الطبيعي طبعا أعترف بهالشي لكني بديت الحمد لله من سبوع الماضي مراجعاتي مع مستشفى راشد إن شاء الله ومستمرة مع كلاسات التمارين إن شاء الله في العلاج الطبيعي لأن مشكلتي خاصة في مستشفى راشد بالقدم يعني فإن شاء الله نحن دايما يعني مثل ما نحن نشجع المستمعين نشجع أنفسنا أولا يمكن نحن ما كنا نعرف أن في تمارين معينة ممكن نمارسها مع أن هيئة الصحة دايما تبعث رسائل أثناء زيارتنا للمستشفى فترة الحمل أو بعد الولادة ولكن نصح الأمهات للانتباه لهذه الرسائل من الأطباء وما يتجاهلونها بالضبط أمنة بس منيان استفسار على الرسائل النصية في استفسار عن الحول عند الأطفال فأنا أوجه الأخة إنها تاخذ موعد عند دكتور حسان دكتور حسان موجود في مستشفى دبي تقدر تستعمل تطبيقه تصحه وتاخذ موعد مع الدكتور عشان يقيم حالة الطفل ويشوف شو من نوع الحوال اللي عنده وشو هو التدخل اللي يحتاج الطفل وطبعاً وطبعاً نحن نحذها نتسمع البرنامج وإن شاء الله بنحاول نتناول موضوع حول الحوال عند الأطفال خلال شهر يناير إن شاء الله بنحاول نضمن فقرة صحة هذا موضوع جداً مهم ومثل ما قال الدكتور كل ما أنت الداركت المشكلة أبكر كل ما كان العلاج أسرع وأفضل طبعاً والحين دكتور ننتقل لتخصص وفقرة اللي تحبين دائماً تختمين فيها يوم الخميس وهي فقرة الصحة العامة الصحة العامة نحن حين مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول أولياء الأمور يحتاجون أنهم يستثمرون هذه الإجازة في تنوية وعي أبنائهم بقيمة وأهمية الأنماط الحياتية السليمة موضوعنا اليوم بيكون عن هذا الشيء من ناحية الغذاء والنشاط وأمور حياتية أخرى يسعدني يشرفني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف زميلتنا الدكتورة ليلى سليمان أخصائد تثقيف الصحيف هيئة الصحة في دبي صباح الخير دكتورة صباح الخير خواتي حياة كمان دكتورة لو شوي يتحدثين إحنا دايماً نقول أنماط حياتية سليمة إحنا شو نقصد بأنماط الحياتية السليمة لو تشرحي للمستمعين هذا المصطلح شو يعني أشكركم للصباحة ونبدأ بأن نقول أن الكثير يعتقدون أن معنى أنماط الحيات سليمة فقط الغذاء المتوازن أو الوصول للوازن المثالي طبعاً هذا كله يتحدث دكتورة بس عفوا عندك في صوت إذا ممكن التعليم صوتك أو إذا لابس السماعة تشلينها عسب نسمات عدل تمام يمكن الحين أحسن شوي أحسن في تشويش في صوتك آه والله ممكن دقيقة نعم دكتورة هند دكتورة طبعاً كانت بتبدأ في أنماط الحياة أنماط الحياتية السليمة ولكن عندها طبعاً خلل في الصوت ننتظرها دكتورة ليلى رجعتي معنا هيا كيف الصوت يمكن أحسن طبعاً جداً واضح طبعاً مثل ما قلت يعتقد البعض أن أنماط الحياة الصحية السليمة يقتصر على الغذاء المتوازن أو الوصول للوزن المثالي وهذا يختص الصحة البدنية بس طبعاً لازم ما نهما للصحة النفذية والتوازن بين الاثنين هو اللي يؤدي إلى حياة صحية ومتوازنة نعم دكتورة كيف نعود أبنائنا على أنماط الحياتية السليمة مثل ما قلت أهم نهج تربوي أنصح فيه كل أخ وأخت يسمعنا اليوم أنه القدوة أن الشخص يكون هو القدوة طبعاً حتى هاي سياسة هي اللي تنتهجها حكومتنا الرشيدة طبعاً شيوخنا كل ما يدعون للتسامح يخلونا نطلع على كيف هم يتوون هاي التفارفات في حياتهم اليومية يخلونا نطلع كيف هم يترابطون مع أبنائهم في حياتهم اليومية فنفس الشي كل أم وآب لازم يكونون هم مطالحين مع نفسهم يتخذون قراراتهم على أساس سليم وصحي عقب ممكن العيال أبنائهم يقتدون فيهم بهاي الطريقة الشي الثاني أنه ما يربطون العادات الصحية بأطر سلبية أو بمواسم الدراسة لا بالعكس الإجازة ما تمنع أننا نحن نكون صحيين الحياة الصحية ما تمنع الاستمتاع والسعادة الشي الثالث هو التخطيط المسبق يعني ممكن الناس يقولون أنا امرأة عاملة زوجي يعمل عن طول النهار فضيع مننا الإجازة بدون ما نحن نقدر ننجز فيها ونترابط مع أبنائنا بالعكس نحن نعاف كل بداية سنة متى تكون إجازتنا حتى لو نحن ما قدرنا ناخذ إجازة يكون فيه جدول معد لأطفالنا يعني نخلي عندهم فعاليات نحرص على أكلهم نجهز لهم من الأشياء المفروض اللي نحن نبغيهم يسوونها قبل ما نطلع حد عملنا الشي الرابع والأخير هو التواجد في المحيط يشبه الحياة اللي نحن نبغي نعيشها يعني ما يستوي نحن نأمل أنه نطمح أن عيالنا ما يكونون دائما مرتبين بالأجهزة الإلكترونية وكل أقران هم يثون هذا الشي فدائما نحرص على أن نختار لهم الأقران اللي هم قريبين من نمط الحياة اللي نحن نحب أنهم يعيشونها وأنهم يشوفون هالشيء كواقع ما بيحسون بس كلام الناس يقولونه في المدلات أو في التلفزيون نعم طبعا أننا أقران يعني نحن نحن يمكن ما نعطي عيالنا أجهزة لوحية إلا في فترة معينة وممكن نتفق مع الأهل مثلا اليوم أنتوا يا عيال لا تيبون هالأجهزة معاكم أو مثلا إذا أنتوا تخصصون وقت نخصص كلنا وقت حق الأطفال مثلا عندكم نص ساعة الكلب يكون نص ساعة ملتزم فيها أنه مثلا يلعب على الآيباد أو شي يعني حتى نحن ممكن نحاول نحسن البيئة اللي حوالينا مثل ما قلتي طبعا وبعدين العيال في البيئة الحالي يعني ما يستجيبون للأوامر أي تغيير أنتوا تحبون أن عيالكم يتأقلمون عليه لازم يكون باتفاق بيننا وبينهم لازم نحن نخبرهم ليش هذا شيء بين حقهم وطبعا أكيد إذا هم شافوا الأم والأبو من تذنين واعين أكيد أكيد العيال يتزنون نعم دكتور بماسبة الإجازة المدرسية طبعا وكل حد بيطلع من البيت كيف نعرف أن الأنماط السليمة يعني هاي الأنماط السليمة كيف نتأكد أنها بتتم نفس ما هي نفس الأنماط اللي كنا عايشين عليها الفترة الماضية طبعا لا يخلو الحديث عن الصحة في هذه السنة من الحديث عن كوفيد 19 وبعد أن الكثير ما اتزم الفترة طويلة بقوانين تقييد الحركة والجهود اللي يسووها العائلات كلهم في الفصل الدراسي الأول كثير من الأبو والأمها تكيد بيرضون أن أطفالهم يخرجون يتنزهون بيأخذون هذا القرار طبعا فلازم كل ولي الأمر يوفر لأطفال كبامات قصفازات معاقمات الأيدي والأصدح لازم تكون في متناول أطفالنا يوم بيطبعون لأن ممكن يحتاجون يفتخدمونها ولازم تكون متوفرا طبعا أنواعيهم دائما على ابتداء الكمامة لأنه المهجة لهم وقايتهم من الإصابة بكوفيد 19 من المصابين قد لا تكون عليهم أي أعراض طبعا أي أصحة في أماكن عامة أو أي أدوات يستخدمونها أنواعيهم لأن يرازم تتنظف لبالما يلمسونها وننصح الأهالي أن يختارون وجهات مفتوحة أو فيها تهوية جيدة بدل ما يروفون أماكن مغلقة أو مرافط معروفين فيها زوار كثير أو ازتحام وطبعا لازم نلقن أبنائنا وخاصة من الصغار شو هي المسافة الأمنة طبعا يوم تقول إن واحد ونصف أو يعني يوصف بشوية على الطفل أن يستوعب نقول أنه هاي المسافة هي طول إيدك مرتين إيدك الممدودة مرتين ونتاعدهم أن يتخيلون هالشي طبعا الأطفال عندهم مخيلة نحن نقدر نفتغلها فيما ينفعهم ونتدرب معاهم على شكل لعب لعبة أو قبل ما نطلع من البيت ونخليهم يتدربون على أبقاء هذه المسافة دكتور هاي لو تعطينا نصائح أخيرة لتعزيز الصحة العامة لأبنائنا خلال فترة الإجازة هذه طبعا النصائح الأهم هي الأبقاء على حياة صحية سليمة العادات اللي كانوا يسونها خلال أيام الدراسة المفروض ما تتغير وائد من خلال وقت الوجبات ووقت النوم طبعا مثل ما قلنا نتفق معاهم على نشاط بدني نخلي حياتهم أكثر صحية ونخلي لهم نشاطات يتحركون فيها نشجعهم على هالشي ووقت الشاشات ووقت الأجهزة اللوحية الذكية إذا صار في خربطة في وقت النوم نحاول السهر هي السهر شو تنصحين من نهاية السهر للأطفال طبعا نحن نحرص 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 على وقت النوم المتواصل مثل ما كان أيام المدرسة بس إذا صار في لخبطة ننصح الأهل أن يشجعونهم يرجعون للوقت الطبيعي بالتدريج أن ينامون 15 دقيقة قبل ووقفونهم 15 دقيقة بعد مبكر في الصباح تدريجيا لحد ما يوصل الوقت النوم بالمدرسة بالضبط يعني حتى إذا بنساوم على السهر مثلا نعطيهم ساعة إضافية أو بالكثير ساعتين بس يعني أنا أعتبر الطفل إذا صارت الساعة مع شوهم وبناي ما حين نشوفها يعني هاي جريمة في حق الطفل دكتورة يحتاجها أكيد يحتاجها لأن الطفل اللي ما ينام ووقت كفاية يكون دايما عنده تركيز أقل أرهاق مستمر نومة الليل هاي نومة الليل جدا مهمة لنمو الطفل أكيد يتفق معك دكتورة ليلة سليمان شكرا على وقتك الثمين جدا ومعلوماتك جدا قيمة يعطيك ألف عافية شكرا كانت طبعا معانا دكتورة ليلة سليمان في الصائد التثقيف الصحي في هيئة الصحة في دبيت تحدثت عن الأطفال وأبنائنا وفي الإجازة الشتوية هذه آمنة وتحدثت عن العديد من النقاط الأساسية من ضمنها الغذاء الصحي الصحة ومن نفسية حتى السهر آمنة أنا لاحظت العديد من الأطفال يسهرون إلينا الفير يعني أنا أنا من أشد المعارضين في هذه النقطة الطفل يحتاج النوم خصوصا النوم بالليل لأنه في خلال الليل هذا تنتج الجسم ينتج هرمونات معينة فقط في الفترة الليلية وهذه الهرمونات يحتاجها الطفل عشان ينمو يكبار ويعني ويحافظ على جسد سليم وصحي لازم هو ينام فترة معينة في الليل نعم ومثل ما ذكرت الدكتورة طبعا أن نحن القدوة هي قالت أول شيء على أن الوالدين يكونونهم القدوة إذا الأطفال يعني مثلا أولياء أمورهم ما كانوا قدوة لهم في التخطيط المسبق قدوة لهم في ساعات النوم طبعا الطفل بيكون مشتت يعني ليش أنا أنام وأهلي ما ينامون مثلا فنحن دائما نقول كونوا أنتو القدوة كونوا أنتو المبادرين في هذا الموضوع طبعا تحدثت عن أجهزة الإلكترونية وأكيد في الإيجادة رح يكثرون من استخدامها فأنا شفت شيء جدا مميز في بعض المواقع في نظارات خاصة بحماية العين من أضرار الأشعة التي تصدر من هذه الأجهزة الإلكترونية أنا أنصح الأهالي أن يقرون زيادة عنها ويطلعون عليها أكثر أنا أشوف أنه في منها فائدة خصوصا يعني إذا أنت من النوع حتى لنا إحنا كأشخاص عاديين هذه ممكن تحمي عنا من أضرارها نعم ومستمعينا في ختام حلقتنا اليوم أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا وأتمنى أن نقدر ننفيدكم ولو بالقليل من المعلومات التي قدمناها لكم أذكركم لا تنسون ترتدون كماماتكم بالطريقة الصحيحة أشكر لكم حسن متابعتكم أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة في تبي كل الشكر لإذاعة نور تبي كل الشكر لميرا لغفظي في التنسيق وطبعا مخرجنا والقواسمة كل الشكر له وطبعا آمنة زميلتي وشريكتي في التقديم كل الشكر لت آمنة شكرا لت دكتورة ونتمنى للمستمعين الصحة والسعادة وأنا معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي وأقول لكم دمتم في صحة وسعادة ومع السلامة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر